اشتركوا في القناة استخدم الإعلام الشائعات منذ القدم كسلاح من أسلحة المتخاصمين والمتحاربين لما له من تأثير على الحواس البشرية ولما كان الغرب قد امتلك التكنولوجيا واحتكرها كان الإعلام سلاحا فتاكا لدى حكوماته حيث باستخدام هذه الأدات سقطت دول جراء ذلك الإعلام الجائر والقوي التأثير واستخدم في ذلك الكثير من أساليبها منها حجب الحقائق لكن بعد اقترافه جرائم كبرى في أغلب الأحيان ضد هذه الدولة أو تلك فالمصلحة الغربية والأمريكية على وجه التحديد إذا مقتضت أو ارتأت أن تغض النظر فلا يسمع صراخ لشعب مذبوح لا يسمع لها أي صوت إذا ما كانت المصلحة تقتضي عكس ذلك لذا نجد بأن الإعلام هو السباق في عرض ما يجري على الأرض وهكذا قد ساهم المستشرقون بالنسبة لمنطقتنا بنصيب وافر لقلب الحقائق وتدوير الأمور لصالح دولهم ومجتمعاتهم عن الإعلام وتأثيره وبداية اتخاذه وسيلة من وسائل التأثير سيكون محور حديثنا لهذا اليوم لكن ابتداء سنكمل مرتعيناه وما ابتدأناه في حلقتنا السابقة من خروقات الأمن القومي لمحورنا لكن ابتداء دعوني رحب بضيفي الأستاذ رائد السوداني المرحب به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء شكرا جزيلا شكرا حياكم الله أستاذ رائد قبل التحديث أو التحدث عن الإعلام وتأثيره هل لنا بإكمال لما ابتدأناه من خروقات الأمن القومي لما عنوناه في حلقتنا السابقة الإبادة المجتمعية نعم شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا أستاذ محمد لهذه الاستضافة الكريمة الحقيقة ذكرنا في الحلقة السابقة أن الوعي المجتمعي وتبلوره هو شرط من شروط تشكيل الهوية الوطنية الثقافية وتشكيل الهوية الوطنية الثقافية هو شرط من شروط توفر الأمن القومي وتوفر الأمن القومي يعني فيما يعنيه أن هناك تماسكا اجتماعيا في ذلك المجتمع أو في ذلك البلد في أي بلد لكن نجد أن في بلداننا العربية يكون الوعي غائبا عند الحاكم قبل الفرد الاعتيادي هذا إذا تنزلنا وقلنا أن الحاكم لا يرتبط ارتباطات مع من نصبه من الغرب هناك أمثلة عديدة لاختراقات الأمن القومي في البلدان العربية أذكر أمثلة منها لأنها تصب في محورنا وفي صلب حديثنا وقبل أن أورد بعض الأمثلة لابد من القول أن بعض هذه الأمثلة لها علاقة وثيقة بالإعلام المثال الأول الحكومة المصرية السابقة أي حكومة مرسي لما أرادت استكشاف المعادن المصرية وتوزيعها على الأرض المصرية احتاجت إلى خرائط كي تستدل على هذه السروة نعم فبحثت في كل خزاء الدولة المصرية فلم تجد أي خريطة تدل على المعادن المصرية وبعد بحث مضني وبحث مكلف وجدت الحكومة المصرية أن هذه الخرائط توجد عند مؤسسات أمريكية للمعلومات انظر كيف يكون حال المجتمعات العربية لما حكوماتها لا تعرف أين مكان من الثروات بل مؤسسات أمريكية خاصة للمعلومات هي التي تملك خرائط مكامن الثروة المعدنية في مصر طبعا هذه الخرائط قد بيعت إلى مصر بثمن باثمان باهظة نعم هذا مثال نعم مثال آخر وهو من سوريا نعم في ستينيات القرن العشرين تم الإعلان عن الكشف عن جاسوس إسرائيلي خطير يدعى إيلي كوهين هذا إيلي كوهين أستاذ محمد كاد أن يكون أو يصل إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية أو رئاسة الوزراء أو حتى وزير جاء وتغلغ لضمن المجتمع السوري إلى أن وصل إلى أقطاب الحكومات السورية من البنك المركزي من القوة الجوية من القوة البرية وحتى في الأحزاب يعني تصور في يوم من الأيام كان هناك اجتماع لقطبي حزب البعث في سوريا المتخاصمين وإذا بعد لحظات من انفضاظ الاجتماع يعلن أو تعلن الأسماء المجتمعة في الإذاعة الإسرائيلية مما جعل الحكومة السورية تضرب أخباصا في أسداس لأن هذا الاجتماع كان سريا للغاية بل عرفه كيف يزود الجيش السوري بالأسلحة وما هي أنظمة الأسلحة وأسرار الدبابة الحديثة آنذاك تي 52 و تي 54 السوفيتية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وكيفية توزيع القطعات السورية وأخذ بزيارة القطعات السورية على جبهة الجولان أو الجبهة المحاددة إلى الكيان الصهيوني وحركة العملة السورية يعرف بدقائقها مما جعل الجانب السوري مكشوفا أمام الجانب الإسرائيلي حتى لما كشف أمره وأعدم على وجه السرعة بعد محاكمة في سنة 1965 جعلته إسرائيل بطلا من أبطالها وقد أنتجت السينما الأمريكية في ثمانينيات القرن العشرين أعتقد في سنة 1985 فيلما بعنوان جاسوس المستحيل نعم ويعتقد أن هذا الفيلم هو من صنع أو تم الإنفاق عليه من قبل الموساد المخابرات الإسرائيلية إيلي كوهين يعتبر خرق كبير ورئيسي للمخابرات الإسرائيلية في سوريا هو كان في البداية مهمته أنه يكشف القادة الألمان النازيين الذين لجأوا إلى سوريا لكن بعد ذلك تحول إلى جاسوس على الحكومة السورية لأنه هو من الأصول اليهودية الشرقية يعني يعيش كان في الأسكندرية في مصر وبعد ذلك تم تدريسه لبعض علوم القرآن حتى يكون ملما بكل اتجاهات المجتمع السوري ومن ثم دربه على اللهجة السورية وأتقنها بسهولة لأنه هو يعرف اللغة العربية بطلاقة وتغلغل في أركان الطبقة السياسية السورية من خلال التجارة ومن خلال بذل المال الوفير لبعض الساسة السوريين هذا مثال المثال الآخر من العراق في أربعينيات القرن العشرين بدأ اليهود أو المنظمات السرية اليهودية بحملات تهجير لليهود العراقيين إلى فلسطين وقد عملت هذه المنظمات على عدة خطور الخط الإعلامي الخط الدعائي على أنه اليهود العراقيين يتعرضون لمضايقات شديدة وخصوصا ضخمت عملية ما سمي بالفرهود العراقي عام 1941 إثرى ما سمي بثورة رشيد علي القيلاني والضباط العقداء الأربعة في مايس سنة 1941 في هذه الأثناء أثناء يعني ما بين انتكاسة العقداء الأربعة ورشيد علي القيلاني وعودة عبدالإله كوصي على العرش في العراق كان هناك عيد من الأعياد اليهودية فحدثت بعض الاحتكاكات بين المجتمع العراقي واليهود في بغداد وقد قتل عدد من اليهود لكن هذا الأمر قد ضخم تضخيما عاليا من أجل العمل على تهجير اليهود العراقيين إلى فلسطين والحقيقة هناك أمثلة عديدة على اختراق الأمن القومي العراقي من خلال هذه العمليات حتى أن الطائرات الإسرائيلية أو اليهودية كانت تحط في مطار بغداد أو ما يسمى مطار المثنى في ذلك الوقت كان يسمى مطار المثنى دون علم السلطات العراقية نعم فهذا أيضا يعتبر خرق كبير هناك أمثلة أخرى على الإعلام وكيفية استخدامه لاختراق الأمن القومي في البلدان العربية مثلا في الصومال سنة 1991-92 نعم كانت هناك أحداث أدت إلى انهيار حكومة محمد سياد بري آنذاك ولكن النزاعات القبلية في ذلك البلد المهم والغني بالثروات نعم الصومال حتى تعتبر من أغنى الدول في اليورانيوم أستاذ محمد ولذلك انصب اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية على هذا البلد في الواحد وتسعين قد يتذكر المشاهد الكريم كانت السين اين من الصباح إلى الصباح تظهر الجوعة الصوماليين وهم يصحفون على الأرض جراء الجوع وجراء العوز نعم إلى أن أعلن بوش الأب في نهاية دورته الرئاسية عن عملية اسمها بعملية إعادة الأمل وعندما استتبى الأمر أو أكملت الولايات المتحدة الأمريكية نعم مهمتها في الصومال كان قد اختفى هذا العنوان الكبير من السين اين طبعا الأمريكان في الوقت الذي ادعوا أنهم قد ذهبوا إلى الصومال لإنقاذ شعب الصومال من الجوع كان إعلامهم يشن الحملات على الشعب العراقي ويتخذون القرارات تلوى القرارات من أجل تجويع الشعب العراقي في قضية الحصار طبعا وقضية الحصار قد أتت على كل ما هو مفيد في العراق من نظام تعليمي من نظام صحي من نظام غذائي الزراعة قد تأثرت حتى أي مادة تدخل ضمن ديمومة الحياة قد منعت على العراقيين ولكنهم في نفس الوقت يدعون أنهم قد جاءوا للصومال من أجل أن يحموا شعب الصومال من الجوع نأتي إلى قضية هذا طبعا ازدواجية التي تعامل بها الإعلام الأمريكي وبالأخص محطة الـ CNN التي هي تقريبا تعتبر الناطق الرسمي باسم المشروعات أو المشاريع الاحتلالية السلطوية الأمريكية نأتي إلى بدايات استخدام الإعلام للدعاية السياسية طبعا هو منذ البدء منذ وجد التنافس منذ وجد التخاصم منذ وجدة الحروب كان للشائعات والإعلام الدور المهم والأساسي في أي معركة وفي أي حرب هذا معروف طبعا حتى في زمن الرسول كان للرسول شعراءه الخاصين مثل ما هو معروف لأنه ومثلا في ذلك الوقت كان الشعر هو سلاح المعركة وهو الإعلام الرئيسي في ذلك الوقت في وقتنا الحالي في قرن العشرين طبعا وفيما يخص الاستشراك والإعلام حقيقة والدعايات الإعلامية كان هناك البريطانيون هم الذين كانوا الرواد في استخدام الاستشراك أو الإعلام كطريق للاستشراك في البداية في سنة 1948 أو قبلها بسنوات أثناء الحرب العالمية الثانية كان هناك عدد من المستشرقين قد استخدموا الإذاعة لاستمالة الحكومات أو الشعوب العربية بالوقوف بصف القوات البريطانية والمنهج البريطاني والحلفاء البريطانيين ضد قوات المحور إيطاليا وألمانيا على رأسها واليابان ألمانيا أيضا كان لها هناك من يزودها طبعا بالدعايا والإعلام والمذيع العراقي يونس بحري أشهر من نار على علم في الإذاعة الألمانية الذي يبث دعايات النازية للوطن العربي طبعا لكن بريطانيا كانت سباقة ورائدة وهي الأقوى في الدعاية لحلفائها ولمشروعها طبعا في الوطن العربي لأنه البريطانيين اتخذوا من الوطن العربي ومن منطقة الشرق الأوسط ساحة لنفوذهم ساحة لصراعهم عكس الألمان الألمان كانت ساحة صراعهم أوروبا أو وسط أوروبا حتى أنه رومل نعم لما كان يقاتل في صحراء أفريقيا وفي صحراء العالمين كان يطلب بال أسلحة يطالب بالأسلحة بإمدادات الأسلحة تهمل طلباته لأنه الألمان وهتلر بالذات كان يصب اهتماما على وسط أوروبا نعم وبالتالي خسر رومل القائد العسكري الألماني معركة العالمين أمام مونتي جمري القائد البريطاني العالمين تقع في مصر طبعا نعم بعد ذلك سنة 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر أرسلت بريطانيا المستشرقين البريطانيين وبالذات رئيس قسم العربي وأفريقيا في هيئة الإذاعة البريطانية إلى الولايات المتحدة نعم لطرح وجهة نظر البريطانية على الأمريكان من خلال القنوات التلفزيونية الأمريكية والإذاعات الأمريكية لاستمالة المجتمع الأمريكي إلى صف العدوان الثلاثي أنت تعرف أمريكا كانت لها وجهة نظر في العدوان الثلاثي على مصر لم تشترك فعليا في ذلك الوقت لأنها لها حساباتها هي ليست مثلا ضد ضرب الشعوب العربية لكن في ذلك الوقت كان لها حساباتها أمريكا كان يرأسها في ذلك الوقت الرئيس إيزن هاور نعم نعم فأرسلت بريطانيا رئيس القسم العربي وقسم الإذاعة العربية والشؤون العربية والأفريقية في هيئة الإذاعة البريطانية لهذا الغرض نعم والبريطانيين أيضا في ذلك الوقت جندوا أو جعلوا من برناند الويس والمستشرق البريطاني الآخر أربري ليبث الدعايات ضد العرب وضد المسلمين في ذلك الوقت من خلال الإذاعة البريطانية كذلك في السبعة وستين كان لهم المستشرقين كان لهم دور بارز في أنه يقف المجتمع العربي ضد مصر وسوريا تصور يعني ينادو بأن يقف المجتمع العربي ضد مصر وسوريا والأردن نعم ليس هذا فقط البريطانيين كانت لهم مجلة أو أصدار فصلي بعنوان السياسة بين السائل والمجيب هذا طبعا هو برنامج شهير في الإذاعة البريطانية لكن هناك أصدار فصلي بعنوان السياسة بين السائل والمجيب هذه الأجوبة يجيب عليها المستشرقون وبعض الأسئلة حسب ما يذكر بعض الباحثين بعض الأسئلة موضوعة من قبل المستشرقين أو القائمين على العمل ليجيبوا كما يحلوا لهم أو كما يبتغون الإجابة عليه هناك مجلة أخرى اسمها المستمع العربي أيضا يكتب فيها العديد من المستشرقين ضد القرآن ضد الإسلام ضد المجتمع العربي و يبرز فيها تفوق العنصر الغربي يبرز فيها تفوق العنصر البريطاني البروتستانتي هناك مقارنات بين الطوائف الإسلامية يعني وضرب الطائفة بطائفة وهكذا كانت بريطانيا هي الرائدة في هذا المجال طبعا بعد ذلك جاءت الولايات المتحدة وكان لها السبق في ذلك كما تبين لنا أستاذ أنه لا فصل بين السياسة والإعلام ولا فصل بين المستشرقين والإعلام طبعا المستشرقين استخدموا الإعلام استخداما هائلا وكبيرا وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أو الماضية أن الإعلام إذا دخل فيه الاستشراق تكون خطورته أكبر أستاذ محمد أما لماذا أكبر لأنه سيطلع عليه أكثر عدد من الناس لا يكون كما ذكرنا نحن سابقا لا يكون حبيس الرفوف أو حبيس الأكاديميات الأكاديميات لها اختصاصيها ولكن الحواس البشرية السماع البصر أنت تعرف الصورة لها أثر كبير الصورة مؤثرة جدا وهم استخدموا الصورة بأبشع استخدام في هذا المجال ولذلك كان كانت نتائجهم خطيرة جدا على المستمع والمشاهد العربي هناك توصية الحقيقة لأحد المتخصصين الأمريكان عمل في العراق مذكر صادر عن النقيب ميريث مدير العمليات الصحفية في البنتوغان هذا نصها نعم بات للمحللين الإعلاميين تأثير أكبر فأكبر في تغطية الشبكات الإعلامية التلفزيونية للمسائل العسكرية وباتوا الآن الأشخاص الذين يقصدون ليس فحسب من أجل المواضيع الطارئة بل لأنهم يؤثرون أيضا في وجهات النظر حيال المسائل ولديهم أيضا تأثير كبير في المواضيع ذات العلاقة بالجيش نعم التي تقرر الشبكة تغطيتها يعني ماكو شيء سائب أستاذ محمد كل شيء عليه كونترول يعني مدروس ولا يوجد شيء سائب يعني يجي مثلا المحلل يتكلم كما يحلو له أو كما يعتقد أو كما يرتقي لا ماكو هذا الكلام بالتالي فإن الحرية الإعلامية التي يدعيها الآخر إنما هي حرية مرسومة مسبقا استاذ رائد إذا ما عرفناها بأنها حرية إعلامية كما يدعيها هذا يعني أو كما هو الحال وكما هي القراءة من رسالة النقيب مير أؤكد لك لا حرية لا توجد حرية نعم لا توجد حرية نعم خصوصا في هذه المسائل نعم كل شيء هو مرسوم مرسوم بقلم ومعد له مسبقا نعم معد له مسبقا وموجه له مسبقا وموجه إليه أيضا معروف نعم وهو المشاهد مثلا العربي أو المسلم المسلم نعم ولذلك لا توجد حرية في هذا المجال نعم نكمل نعم وأنا أوصي بإنشاء هذا الفقر مهم جدا نعم بإنشاء مجموعة أساسية من ضمن لائحتنا من المحللين الإعلاميين ممن يسعنا الاعتماد عليهم لنقل أفكارنا فنزودهم معلومات أساسية منظر أستاذ محمد وقيمة وقيمة أساسية ليصبحوا الأشخاص الأساسيين الذين يجب على الشبكات أن تقصدهم وتشرع بنفسها في اجتثاث المحللين الأقل ركونا إليهم والأقل والدن يعني الشبكات مو كيف تجيب محللين وتخليهم يحللون الجانب العسكري أو السياسي المنظور في الشبكة الأمريكية لا الجانب العسكري الاستخباري الخاص في الجيش الأمريكي هو الذي يحدد اللائحة وهو الذي يحدد المحلل يحدد المحلل السياسي أو العسكري المقبول وغير المقبول نعم وهكذا نعم خذين توقف على هذا الفاصل أستاذ رائحة ما نعود لك من هذا الحديث أعزائي المشاهدين يكونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل يعود إليكم مرة أخرى برنامجكم ظاهرة الاستشراق قراءة وتحليل والإعلام رمز للغطرس هذا هو محور حلقتنا وإن شاء الله سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا التي ستظهر إن شاء الله على الشاشة ونأمل أن تكون هذه الأسئلة ضمن محور حلقاتنا إن شاء الله لكي نجيب عليها في برنامج هذا لكي تعموا الفائدة دعوني رحب أيضا بأستاذ رائد السودان المرحب بيضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء أستاذ رائد يعني لو أردنا أن نتعرف على علاقة الإعلام باستخبارات أو علاقة المستشرقين بمراكز البحوث شكرا جزيلا الحقيقة أود أن أنوه إلى كتاب مهم صادر عن العتبة العباسية المقدسة المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية American Enterprise Institute هذا الكتاب مهم جدا الحقيقة موجود في كربلا المقدسة يتحدث هذا الكتاب عن مراكز البحوث الأمريكية ويتحدث عن العلاقة بين هذه المراكز وأجهزة الاستخبارات وهنا يذكر المؤلف ويقول نعم ويمكن النظر إلى أهمية كل من تحليلاتها يعني مراكز البحوثية ومقتراحاتها على أنها تكمن في قدرتها على فهم الحاضر من منظور الماضي من أجل تحقيق التبصر وهذا ما يعرف بالدراسات المستقبلية أستاذ محمد الآن الدراسات المستقبلية هي أهم أنصر من عناصر المعرفة الحقيقة وهو مثل ما ذكر صاحب هذا النص إنه فهم الماضي فهم الحاضر من منظور الماضي لا حاضر ولا فهم للحاضر بتاتاً إذا لم يدرس الماضي بكل تفاصيله ولذلك نحن نجد مثلاً حتى أو أكبر المحللين السياسيين الستراتيجيين سواء الأمريكان أو البريطانيين أو الفرنسيين أو الألمان عندما يدرسون الحالة العربية فإنهم يدرسونها من خلال الماضي البعيد والقريب العربي يعني قد يصلون إلى عهد نبوخة النصر مثلاً وصولاً إلى الوقت الحاضر أو من عهد النبوة إلى الوقت الحاضر وهكذا فهم يدرسون الحاضر من خلال الماضي وحتى تنقيب الآثار يدخل ضمن هذا الإطار يعني هو تنقيب الآثار صحيح من أجل مثلاً سرقة الآثار العربية والعراقية لكنهم غايتهم دراسة العقلية العربية من خلال الآثار كيفية التفكير العربي في ذلك الوقت أو كيفية التفكير المسلم في ذلك الوقت أنظر إلى الاهتمام أو أنظر إلى العمق المعرفي الذي وصلوا إليه بطبيعة الحال نحن مع الأسف الشديد لم نصل إلى هذا المستوى وهذا شيء يؤسف له فيكمل الاستخبارات الاستباقية من خلال فهم الحاضر من منظور الماضي شي يكون الاستخبارات الاستباقية تهدف إلى العمل في الواقع أو النموذج لتجنب المخاطر والتهديدات الناشئة يعني إنه حتى التهديدات الناشئة يجب أن يدرس إزاءها الماضي لفهم الحاضر والتهديدات المستقبلية نعم نعم وماذا هنا يصل إلى التكامل مع أجهزة الاستخبارات ونظرا لمستوى استقلاليتها الفكرية ومزيج من الخبراء من القطاعين العام والخاص فإن العمليات التي تقوم بها مراكز التفكير تتوافق مع أجهزة الاستخبارات تتوافق مع أجهزة الاستخبارات انظر إلى خطورة هذه المراكز نعم طبعا نحن نقول خطرة لكنهم بالنسبة إليهم مهمة جدا وفعلا مركز أو معهد يكمل الآخر أو جهة تكمل الأخرى من أجل مصالح بالتالي من أجل المصالح العليا نعم نعم سدرات يعني عندما تطرقنا إلى قضية الإعلام والسبق الإعلامي أو لنقول يعني الصورة الإعلامية التي أرادها البريطانيين عندما أرادوا أن يصدروا هذه الصورة أو وجهة النظر البريطانية من خلال الإعلام فإنهم اتصلوا بقنوات أخرى بعيدة عنهم كما ذكرنا قبل الفاصل بأن الأمريكان كان لديهم وجهة نظر وجهة نظر يعني غير يعني مستقلة أو وجهة نظر في العدوان الثلاثي على مصر آنذاك لكن يعني بريطانيا مع كل هذا تقربت إلى أمريكا واستطاعت أن تخترق الساحة الأمريكية والأمريكية وتستخدم الساحة الإعلامية الأمريكية لبث ما يريدونه من رسالة إعلامية هذا الجانب يعني في نظر الدول الكبرى مع ما يعني مع ما هو شائع أو مع ما أشيع بأن هناك فجوة أو بأن هناك ربما نقول يعني خرقا أمنيا ألا يعتبر هذا يعني هذا الجانب يعني خرقا أمنيا أو تعديا أمنيا أو كشفا أمنيا لهذا البلد على ذاك لا هو أستاذ محمد بالنسبة لبريطانيا وأمريكا يعني أحد الدبلوماسيين البريطانيين بتعا جستر باولز يصف بريطانيا بأنها أمنا بريطانيا لأنها الحقيقة المهاجرين الأمريكان الأوائل هم من بريطانيا أصول بريطانيا نعم نعم أو من إنجلترا الحقيقة فبريطانيا تعتبر لأمريكا أم هذا واحد نحن ذكرنا في الحلقات الأولى أن هناك تجاذبا روحيا بين الأمريكان والبريطانيين وهو المذهب البروتستانتي نعم أضافة إلى ذلك اللغة أنت تعرف اللغة الرسمية الأمريكية هي اللغة الإنجليزية نعم واللغة عام المهم في إيصال المعلومة وإيصال حتى المشاعر وإيصال حتى الحالة النفسية نعم يعني أحد أهم ركائز التماسك الاجتماعي هي اللغة نعم كما تعرف نعم ولذلك أنه أمريكا مثلا بريطانيا أو الجهاز الإعلامي البريطاني عندما ذهب إلى أمريكا لا يعد ذلك اختراقا بل هو ذهب إلى بيئة خصبة لأفكاره أما الاختلاف على في وجهات النظر في وجهات النظر لا تعني أن هناك عداء أو تخاصما مثلا أو تنافسا بين بريطانيا والولايات المتحدة لكن كان للولايات المتحدة حسابات أخرى ونهجا آخر كانت في ذلك الوقت للتو هي تعتبر من الدول العظمى الحقيقة هي استغلت العدوان الثلاثي على مصر لتكون الضربة الأخيرة لبريطانيا في المنطقة لأنه بريطانيا كانت جريحة من جراء الحرب العالمية الثانية وأمريكا كانت في تصاعد فأمريكا كانت تبغي أنه من خلال هذه العملية التي قام بها أنتوني آيدن رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت أن تكون هذا الحد الفاصل للعمليات البريطانية في المنطقة لتأخذ مكانها الولايات وهو ما حصل فعلا يعني هذه وجهة النظر الأمريكية أما هل يعد تحرك الجهة البريطانية على الإذاعات والقنوات الأمريكية خرقا فلا يعد ذلك خرقا لأنه كما قلت لك الأمريكان يعتبرون بريطانيا أمهم الروحية من خلال الأصول من خلال المذهب الديني من خلال اللغة نعم نعم نستمر في هذا العرض وإذا نظرنا إلى أساليب العمل المطبقة داخل هذه الهياكل فإننا نرى أن التبصر هو سمة حاسمة لنشاطهم صياغة التنبؤات والفرضيات هو نشاط معقد حتى محفوف بالمخاطر نعم ومكلف وفى الشركات والحكومات والأحزاب السياسية محدودة إلى حد ما فيما يتعلق بالاستبصار حيث أنها تميل إلى الالتزام بالعمل على المدى القصير نعم لكن الاستخبارات والمخابرات الغربية كانت عملها على المدى البعيد البعيد وليس فقط أنهم هم مديات قصير متوسط وبعيد نعم وقسموا أعمالهم إلى على ذلك النهج هناك خطط أستاذ محمد موضوعة منذ سنة 1972 على بعض البلدان العربية ولم تطبق لحد الآن مثلا هناك خطط لتقسيم السعودية وضع هذا المخطط في سنة 1972 واثنين وسبعين ولكن حدوث الثورة الإيرانية عطى لهذا المشروع وكان فقط حسب ما ذكر أحد المحللين فقط أسماء الدول التي تحدث أو يستحدثونها بعد التقسيم هو المختلف عليه وإلا المشروع كامل ومتكامل لديهم وهم طبعا المشروع لا يكون في أمريكا خصوصا ابن يومه سنت فالمشروع يبدأ من الجامعة نعم وعندما يتبلور يذهب إلى لجان الكونغرس وقد يستغرق البحث فيه عدة سنوات وعندما يتبلور في لجان الكونغرس نعم يرسل إلى البيت الأبيض للبت فيه طبعا والبيت الأبيض لديه لجان نعم لجان متعمقة وعميقة الدرس فيها فيه وعندما يتخذ القرار تسرب المعلومات إلى الصحافة والقنوات الفضائية حاليا نعم لأنه حتى يهيئ الرأي العام الرأي العام الأمريكي لهذا الفعل ولهذا العمل ويجد النبض من خلال هذا طبعا طبعا ومن ثم حتى يكون الأمر مسلم به قد اتخذ القرار نعم هناك بعض من الأسماء التي يجب أن نذكرها من ضمنهم ما في صفحة 136 أحد المفكرين الغربيين أو مفكرة غربية تدعى دانيل بلتكا هذه شغلت عدة مناصب وهي ضمن هذا المركز نعم هذه تعتبر من أوائل من دقوا طبول الحرب ضد العراق نعم هذه هي مولودة سنة 1963 في استراليا نعم هذه إحدى أهم مؤيدي الحرب على العراق سنة 2003 وكانت ضد انتقال القرارات السياسية في العراق من البيت الأبيض إلى الأمم المتحدة يعني كانت تصر على أن يكون القرار العراقي أو قرار أو ما يخص العراق هو من شأن البيت الأبيض فقط وليس الأمم المتحدة نعم وأيضا دعمت بقوة توجهات الولايات المتحدة بشأن العراق وقامت بتسويقه لدى المنظمات الإنسانية على أنه عمل إنساني هذا الذي يحدث وهو دايدن هذه البلدان سيد رائد هذا ما سمح به الوقت إن شاء الله هذا أيضا سينتنوله إن شاء الله في حلقات لاحقة لأن هذا الموضوع موضوع المراكز البحثية كما قلنا في حلقات سابقة وموضوع مهم جدا ويجب التركيز عليه حتى نعرف كيف يفكر الآخر كما هم يعني يبحثون في هذه المراكز عن نقاط القوة ونقاط الضعف في بلداننا لا بد أن نعرف من خلال هذه المراكز كيف يفكر الآخر شكرا جزيلا لك أستاذ رائد كذلك عزيز المشاهدين هذا شكر ونواصل إليكم ونرحبا ونستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة